اشتركوا في القناة الخلاص منه يبدأ من هنا عبر هذه الأنابيب ومع نخبة علماء الدول الأكثر تقدماً وتضرراً ولم تكن هناك دولة بمنأة عن تفشي الفيروس يدخل أكثر من مئة لقاح إلى التجارب معادلة أي لقاح يتم تطويره تعتمد على أمر واحد وإن اختلفت تسمياته خداع الجسم ليعتقد أنه تعرض لهجوم من قبل جسم عدو وتبدأ المقاومة باندفاع الجهاز المناعي مطورة أجساماً مضادة تقضي بدورها على الفيروس مائة وخمس وخمسون من اللقاحات بقيت في إطار التجارب المختبرية وانتقل سبعة وأربعون لقاحاً إلى التجارب السريرية من خلال ثلاث مراحل يخضع لها متطوعون تبدأ باختبارات سلامة مصغرة لتتوسع إلى المرحلة الثانية بأعداد متطوعين أكبر تبقى في حدود المئات لينضم إليها في المرحلة الثالثة عشرات الآلاف لقياس فعالية اللقاح الذي يجري تطويره وبين الخوف من الفيروس وتداعياته المدمرة وتجنب ضريبة السرعة وما تحملها من تشكيكاً في قدرة اللقاحات وفعليتها أفرزت هذه التجارب ما كان مرجواً ومنتظراً منها لقاحات عدة تقدمت في السباق العالمي لكبرى شركات الأدوية أسماؤها باتت تتردد على مسامع مليارات البشر الواقفين على عتبة الخطر بذلك انتقسمت عملية تطوير اللقاحات إلى أربعة مناهج بعض الشركات طبقت منهج ناقلات الفيروس أسترزينيكا أوكسفورد جونسون أند جونسون كنسينو الصينية والمعهد الروسي جاملية يعتمد المنهج على حقن الجسم بفيروس مختلف يضعف إليه القليل من المادة الوراثية لكورونا التي تتشكل على أساسها بفاعات الجسم ويتهيأ للمقاومة بحال الإصابة سينوفارم وسينوفاك الصينيتان اتجهتا إلى استخدام كورونا نفسه بعد إبطال عدواه وشل قدرته مع ضمان تحفيز الجرعة التي تحتوي عليه للاستجابة المناعية النهج الثالث الوحدة الفرعية التي توصل إلى الخلايا شضايا بايروس كورونا إما القشرة الميتة أو البروتيناب غير المجسدة التي لا يمكنها التكاثر والتسبب بعدواه هذه اللقاحات اكتسبت اهتماماً عالمياً واسعاً بالطبع غير أن لقاحي موديرنا واتحاد شركتي فايزر بيونتيك فقد حظي بالتفاتة غير مسبوقة وينظر إليهما على أنهم اختراق علمي طالما تمنى العلماء تحقيقه منذ اكتشاف النهج النظرياً في 1961 التكنولوجيا لا تعتمد على أجزاء من الفيروس بل على الشفرة الوراثية من خلال حمض نووي رسول يصنع مخبرياً ليتطابق مع الحمض النووي الموجود في كوفيد-19 ومع حكمه إلى الخلايا البشرية يدفعها لتصنيع بروتينات مماثلة لبروتينات كورونا التي تقوم بخلق الأجسام المضادة والتي تهاجم الفيروس في حال الإصابة به وتنقض الخلايا التائية التي يحفزها اللقاح أيضاً لتدمير الخلايا المصابة نجاح تقنية الشفرة الجينية وخاصة الجزء المتعلق بالخلايا التائية فتح باب الأمل لعلاج أمراض أخرى كالسرطان والإيدس ماذا تبقى؟ لدينا اللقاح وهناك شركات بدأت عمليات التصنيع حتى قبل حصولها على المصادقة والاعتراف فهل يتعاف العالم الآن؟ نحن نتحدث عن نحو ثمانية مليارات إنسان على الأرض كل واحدة منا يحتاج إلى جرعة أو جرعتين بحسب اللقاح الذي ستتجه إليه كل دولة ويمكن للدول أن تحصل على أكثر من لقاح في نفس الوقت غير أن الأزمة تكمن في الكمية بالنتيجة هناك دول حصلت وستحصل دون غيرها على اللقاح كما أن هناك فئات ستحصل عليه قبل أخرى في ذات البلد والتركيز على الكوادر الطبية أولاً كبار السن ثانياً تتبعهم الفئات الأخرى من بينها فئة أصحاب الأمراض المزمنة سنضع هذا التحدي جانباً ونتناول آخر لدينا كل هذه الجرعات التي يجب الحفاظ على فعليتها فيجب مثلاً حفظ لقاح شركة فايزر في درجات حرارة 70 أو 80 مئوية دون الصفر أي أن شحنه تتطلب طريقة خاصة تتضمن أجهزة تبريد توفرها الشركة فيما لن يواجه لقاح أكسفورد أسترزينيكا كل هذه التعقيدات لأن بالإمكان حفظه في درجة حرارة الثلاجة العادية أو الطبية المتوفرة بكل منزل أو مستشفر في زوية مظلمة من الحديث عن لقاح الأمل هناك 92 دولة غير قادرة على تحمل تكاليف تلك اللقاحات والغالبية العظمى من الجرعات سواء المصنعة أو تلك التي لا تزال حبراً على ورق تم شراؤها من قبل البلدان الغنية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الهند كندا وبريطانيا حجزت أكبر عدد من الجرعات وذلك في ظل حقيقة يعرفها العالم قبل كورونا فجوة بالصحة العالمية يبلغ معدلها 10 إلى 90 أي أن 90% من منتجات العققير في العالم تخدم 10% فقط من سكانه ولن يخدم ذلك العالم إذا أرادت تخلص من كابوس الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر